مرحبا بكم معنا مرة أخرى كانت واجدوا في مدينة القنيطرة في الملف لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة دياله الملف ديال فاطمة الزراو وآية والطبيبة الدكية اللي ساعدتهم بأنهم يوصلوا للدرك الملاكي مشاهدنا الكرا اليوم الأطوار سيد قاضي التحقيق مع المتهم سنرى جموعة من النقاط في الموضوع مع العائلة السلام عليكم نادية ستعود لي أياك بنت مهلوكة محطمة نفسيا لأن تنمر في المدرسة في الشارع فيما يسجعها لذلك التي تحطمها ويزيدوا ويضعتها على الخير في البنات كاملة تقدرت وقع أحد أخرى فأنت أخبرت لك سأخبرت عدت صعق لكن humour اليوم الجلسة سيد قاعد التحقيق كيف رأيت أمور مع المحامي؟ قلت قليلا نسترد جيدا على ما يرمز المحامي يفعل معنا الحمد لله يفرج عليك يا الله هل أنني أنت مغاربة لك بالمغاربة؟ لقد أردت أنك تنمور لا يكون الوقع على وقعات التنمر انا بيدي في الخدمة وقع لي التنمر لماذا يقع التنمر لا يخصوش بالعكس يشجعوا الوقع هذا الوقع ما عندك لا ينعليه وخلا يفرج عليك يا ربي مشاهدين الكرام سنرى علي والاب الفاطمة الزهرة علي كيف هو الوضع فاطمة الزهرة لا حول ولا قوة إلا بالله فاطمة الزهرة مكربصة لا حالة إلا حالة الله وراث كرفص عليها وراث كرفص عليها بزاف راث سنتيم ونص ومن لور حشوم على هذا الانسان عار عليه رافقيه حرام عليه قاريتك القرآن وما دارش به وش هذا الانسان ولا حيوان كنا طلبوا على الله والقضاء يقول فيه الحق هاتش اللي يبغينا من القضاء الشهادة طيبية فيها سنتيم ونص حشوم عليه وعار عليه حرام عليه بزاف حرام عليه حرام عليه حرقنا في قلبنا ما بقينا ندينا نعاس ما بقينا عيشتنا ولا تحرى علينا المجمع ما رحمنا ولا ينقروا علينا ما بقينا تدوار بغينا نخوي وقاع بخطرة حشومة تدوك الناس اللي كي يسبونا وكي يعيرو فينا حشومة عليهم حشومة عليهم وما خصومة يواسيونا وما خصومة يأخذوا بيدينا وما خصومة يحنو فينا حرام عليهم حرام عليهم حرام عليهم وهذا ما نقول اليوم ما هو المحامي اليوم كان أطوار الجلسة مع السيد قاضي التحقيق الذي يستنطق المتهم ماذا قال لكم محامي؟ المحامي بواسنا وقالنا رأى القضية رأى مزيانة في الصالح وهذا ما بقينا بقينا العدلة تأخذ حقها والقانونية تأخذ حقه والمصدرات كما هي وهذا ما نطلبه من هذه المحكمة إن شاء الله الله يفرج عليكم الله يفرج عليكم أختي الله يفرج عليكم شكرا لكم مشاهدين الكرام كما تبعتم معنا صراحة اليوم الأطوار الجلسة مع السيد قاضي التحقيق في إطار ستنتق التفصيلي مع المتهم القيمة في الغرابة هو شهادة طبية فيها ضرر كبير مشاهدين الكرام لازمنا على تتبعوا العدمين وسوف نوافيكم دائما الجديد فيما يخص حيتيات القضية دي الفاطمة الزهرة وآية اللي بالدكاء ديالهم قدروا وتمكنوا أنه يوقفوا الستين عند الحد دياله وكذلك حتى لا يستمر فتسولوك الإجرامي صراحة المشاهدين الكرام تعليق المواطن شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر